هذا الاتفاق اللي يوقعنا اليوم هو اتفاق يجي بمثابة استئناف للحوار من أجل إصلاح شمولي للتعليم العالم المقطة الأساسية اللي فيه هي بطبيعة الحال نظام أساسي للأساتيد الباحثين النظام الأساسي الحالي اللي كان في سبعة وتسعين هو نظام اللي رغم تقدمه بالنسبة لسنة سبعة وتسعين ولكن الآن نظرا لأنه لم يعود بذيك الجاذبية اللي خسو يكون لا بالنسبة للناس اللي جدا بعد حصلوا للدكتوراه ولا بالنسبة للناس اللي عندهم واحد تجريبا معينة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب نحن الآن بصدد تنزيل نظام أساسي جديد اللي غتتكون فيه الجاذبية طبيعة الحال راعة حتى المراجعة ديال التعويضات بالنسبة للأساتيد الباحثين ثم هناك القوانين المنظمة للتعليم العالي باش هذ البداية هذي غتوصلنا من شاء الله يد في اليد باش نوصلوه إلى إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي باش كون في مستوات تطلعات ديال المغاربة إنه لا تنسوش بأنه نحن البلد اللي كان عنده أول جامعة في العالم نحن نرجع لهذه المرتبة طيلا ما نرجع للمرتبة لأولا نرجع للمرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وبالتالي خصوصنا جميعا نتلوح المجهودات باش نرجعوا الرياضة للتعليم العالي ديالنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاس براس ترجمة نانسي قنقر